اهلا بكم عزيزيزي المشاهدين فيديو النهاردة ان شاء الله هنشوف دايرة من خلال بوش بوتون او سويتش زي ده نقدر نعمل تيرن اوف وتيرن اون لأي دايرة او اي محرك او اي اقضاء او اي حمل 220 فولت من خلال بريس او بوش بوتون واحد بس ده موضوع فيديو النهاردة ياريت عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفنا وتفعيل زر الجرس ونشوفكم بعد الفاصل قلنا موضوعنا هو ازاي من خلال بريس او بوش بوتون نقدر نعمل تيرن اوف وتيرن اون من نفس السويتش يعني ضغطة اون وضغطة كمان اوف من نفس السويتش طبعا ممكن من خلال دوائر كتيرة ويريليهات ولكن انا افضل دايرة اي سي تلات خمسات او اي سي الطايمر لانها بتكون دايرة فيها استابيليتي عالي او استقرار عالي وبتعمل بشكل ممتاز هنشوف مع بعض اي سي التلات خمسات هنا معنا اي سي تلات خمسات هنرسم الاي سي ونرسم الاطراف الفعالة فقط فيه هنا طرفين باور اربعة وتمانية بتوصلوا مع بعض وطرف رقم ثلاثة دا بيكون اوتبوت 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 وطرف رقم واحد دا بتوصل مع الارضي وطرف اتنين وستة بيتوصلوا مع بعض ومعانا مصدر جهد مثلا بطارية تسعة فولت دي سي من المعروف ان الاربعة والتمانية بيتوصلوا بيه الباور الموجب وهنا السالب هنوصلوا مع الارضي والطرف رقم واحد يبقى معانا الثلاثة الاوتبوت والستة والاثنين ستة والاثنين دولا يعتبر مقارن يعني نقدر نقول اي سي الطايمر ثلاث خمسات هو اي سي طايمر اون لفترة معينة او اوف لفترة معينة لاي دايرة وكمان هو اي سي اسوليتر يعني اوف اون اوف اون يعمل كاسوليتر او مزبذب والاستخدام التالت والمهم هو استخدامه كمقارن هو مبرمج داخليا من خلال مقارنات ومقاومات انه يقارن جهد المصدر اللي هنا اللي هو التسعة فولت في حالتنا مع جهد الستة والاثنين يبقى طرف الستة والاثنين طرف مقارن طيب حالة الاوتبوت هنا بيحددها جهد الستة والاثنين بالنسبة ليه جهد المصدر عند وصول جهد الستة والاثنين اعلى من تلتين المصدر او في حالتنا اللي هو في حالة المصدر تسعة فولت هيكون ستة فولت اعلى من ستة فولت في حالة ان جهد المصدر تسعة فولت لاني بنقول تلتين جهد المصدر بيكون هنا الخارج اوف طيب وفي حالة انه اقل من التلاتة فولت اقل من تلاتة فولت بيكون الحالة ان طيب حالة تلتة حد يسألني لو الجهد بين الجهد دي الستة والتلاتة هيكون وضع الاوت بوت ايه هيكون وضع الاوت بوت ثابت على الحالة اللي هو عليها يعني نفترض ان احنا ارتفعنا بالجهد ستة فولت الحالة هتكون اوف ونزلنا عن ستة فولت مثلا اربعة فولت هيكون الحالة مستمرة اوف الى النص اللي اقل من التلاتة فولت تتغير الحالة للان طيب احنا محتاجين يكون فيه ثابت عند ضغط على البوش بوتون فيه ثابت بعد الضغط اذا هنحتاج ان الجهد هنا يكون متوسط ما بين الستة والتلاتة وبعدين هنشوف نغير ازاي طيب محتاجين هنا الفولت مثلا يكون اربعة ونص فولت ازاي هنحصل على اربعة ونص فولت من التسعة فولت ببساطة فولتش ديفايدر مقاومة ومقاومة تاني من الموجب للسالب او من الموجب للارض وهنوصلها بالنقطة لو يكن مثلا مقاومة واحد كيلو اوم وهنا مقاومة واحد كيلو اوم هي تقسم الجهد الى اربعة ونص فولت من التسعة فولت تمام يبقى كده حصلنا على جهد يحافظ على تحالة الاوت بوت سابتة عند وصول الطيار والجهد هنا اربعة ونص فولت فبيكون الحالة الاولى هي الوف ازا هنا اربعة ونص فولت وهنا سفر فولت طيب هنوصل البريس او البوش بوتون من هنا كده مع الجهد اللي هنا حد يتوقع ايه اللي ممكن يحدث عند الضغط على البوش بوتون اكيد هنوصل الصفر فولت بالاربعة ونص وبالتالي الجهد هنخفض عن الثلاثة فولت وبالتالي يتغير جهد الاوت بوت ده صحيح جهد الاوت بوت عند خفض الجهد على الستة والاثنين اقل من الثلاثة فولت لان هنوصل الصفر فولت بالاربعة ونص وبالتالي المحصلة هتكون صفر او اقل من الثلاثة فولت هيتغير الوضع هنا للان وبالتالي هيصبح تقريبا جهد المصدر تسعة فولت طيب عند الضغط مرة اخرى على البوش بوتون هنوصل التسعة فولت بجهد الستة والاثنين اذا الجهد يرتفع عن الستة فولت يتغير الحالة للوف ويصبح صفر فولت وهكذا هنضغط ثاني على البوش بوتون هنوصل الصفر فولت مع الاربعة ونص هنخفض الجهد اقل من الثلاثة تتغير الحالة لانه يصبح تسعة فولت ومن هنا نقدر ناخد الاوت بوت على اي ترانزيستور وريلي ونقدر نشغل اي حمل ولكن هل الدايرة بالوضع ده هتشتغل بشكل سليم عمليا بالتأكيد لا والموضوع بسيط ليه لان الضغط على البوش بوتون بيستغرق في حدود النصف ثانية او ثانية على حسب سرعة الضغطة ولكن اي سي الاوسوليتور ده بيعمل او اي سي الطايمر بيعمل حتى الواحد نيجا هيرتز وبالتالي يقدر يقوم باكتر من مئات العمليات في خلال الضغطة الواحدة يعني انا بمجرد ما هنوصل النقطة دي بالنقطة دي وصلنا مثلا الصفر بي الاربعة ونصف فولت نزل الجهد عن التلاتة فولت هيتغير وضع الاوت بوت ويصبح تسعة فولت هتمر التسعة فولت للستة والتنين هيرتفع الجهد مرة اخرى يتغير وضع الاوت بوت وهكذا في الضغطة الواحدة اذا هيكون حالة الاوت بوت غير مستقرة وممكن تكون الحالة اون ونضغط ضغطة تدينا حالة اون مرة اخرى او يحصل تذبذب والجهاز اللي بنشغله او الحمل يتحرق اذا مطلوب دايرة دي لي او التأخير لحالة الاوت بوت وده طبعا من خلال مقاومة ومكسف او من خلال شحن المكسف وبوت هنوصل مع الاوت بوت مقاومة ولو واحد كيلو وهنا مكسف مع الارض ممكن يكون 100 ميكرو فراد 100 ميكرو فراد وطبعا الجهد بتاعه على حسب جهد المصدر اذا كان 9 فولت ممكن نستخدم 16 فولت طيب ايه الاختلاف في الدايرة دلوقتي عن الحالة الاولى يعني مثلا الحالة اوف وهنضغط على البوش بوتون السفر فولت اللي هو جهد المكسف هيمر ليه الطرف ستة واتنين هينخفض الجهد عن التلاتة فولت وبالتالي يتغير الحالة هنا للون والجهد هيكون في النقطة دي 9 فولت ولكن هل النقطة هنا اثناء الضغط هتكون 9 فولت في نفس اللحظة؟ بالطبع لا المكاومة بتمرر طيار ضعيف والمكسف بيشحن ببط ففي خلال الواحد ثانية هنا واحد ثانية بيكون الجهد بيرتفع ببط في المكسف اذا في خلال واحد ثانية هيكون الجهد واحد فولت طبعا واحد فولت غير كافي لرفع الجهد عن الستة فولت لتغيير حالة الاوت بوت وبالتالي هنكون في فرصة انه نضغط على البوش بوتون ونرفع ايدنا يكون لسه الجهد هنا بيرتفع ببط بعد مثلا 3 ثواني او 4 ثواني على حسب قيمة المكسف تكون الشحنة هنا او الجهد ارتفع اعلى من الستة فولت ونقدر نضغط ضغط تاني لتغيير حالة الاوت بوت طيب اتمنى يكون فكرة الدايرة واضحة وفكرة تشغيل اي سي الطايمر في المقارنة ما بين الجهود واضحة وطبعا هنقدر ناخد من الاوت بوت هنا بمقاومة ممكن واحد كيلو لترانزيستور ان بي ان مع الارضي وهنا مع ريلي وهنوصل الطرف التاني من الكويل مع المصدر وطرف مع الكوليكتور والامتر مع الارضي وهنا وممكن نوصل الكومان بمتين وعشرين فولت واي حمل هنا بالشكل ده كده طرف متين وعشرين والطرف التاني مع الكومان او ممكن نشغل لو الحمل بيشتغل على نفس جهد المصدر ممكن نوصل الكومان بطرف الموجب والطرف التاني للحمل مع الارضي والدايرة تشتغل معنا والجهاز يشتغل تمام عايزين نشوف الكلام ده عاملي هل هيكون ناجح ولا لا انا هنا صممت الدايرة على البروت بورد لسهولة الشرح وهنشرحها مع بعض بسرعة عندنا هنا طرف موجب موصل مع الخط الاحمر ده او الطرف الاحمر ده والسالب موصل مع الطرف السالب اللي هو الاسود ده واخدين طرف من الموجب مع الاي سي للطرف رقم تمانية طبعا عارفين ان الاي سي بنعد من عمد العلامة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اذا الموجب داخل على الطرف رقم تمانية والطرف رقم اربعة زي في الرسم اللي معنا الرسم هنا رقم تمانية واربعة موصلين مع بعض بالموجب طيب الطرف رقم واحد اهو موصل بالسالب ده هو الطرف رقم واحد ورقم اتنين مع رقم ستة اتنين وستة مع بعض موصلين بي من الموجب والسالب هنا ستة واتنين رقم اتنين موصل هنا بمقاومتين من السالب اهو موصلين مع الرجل رقم واحد يعتبر رقم واحد والطرف رقم اربعة اللي هو موصل بيه الموجب هنا مقاومة تانية هين يعتبر موصله برقم اربعة موجب اذا هنا فيه الطرف رقم اتنين واخد فولتج ديفايدر اربعة ونص فولت تمام المكسف موصل بيه الارضي طرف رقم واحد الارضي وموصل بيه طرف ليه البرس البرس او البوش بوتون فيه طرفين طرف هنا اهو والطرف التاني اهو طرف موصل من المكسف والطرف التاني موصل للرقم ستة واثنين اهو من خلال الجامبر ده هنا البوش بوتون موصل بيه المكسف والطرف التاني موصل بيهzk 6 تمام كده المكسف بيشحن من خلال مقاومة واحد كيلو من الطرف الاوت بوتو رقم 3 و المقاومة خارجه و المكاومة خارجه المكسف مقاومة خارجه من الاوت بوتو رقم 3 مع البرس او البوش بوتون و المكسف طيب من نفس الاوتبوت اللي خارجه منه مقاومة شحن المكسف خارجه مقاومة تاني لبيز ترانزيستور بي سي خمسمائة سبعة واربعين البيز في النص والامتر جامبر اهو ابيض مع الارضي او السالب والكوليكتور مع طرف من الاطراف كويل الرلي الطرف التاني من كويل الرلي اهو موصل بي جامبر من الموجب ازن كويل الرلي طرف موجب والطرف التاني مع الكلكتور لترانزيستور تمام كده طيب الكومن اللي هو الطرف ده موصلينه مقاومة في حدود الاتين وعشرين اوم دي من الموجب اهو موصلة لي الكومن لتخفيض الطيار لتشغيل او لحماية الليد اللي هو موصل مع النورمالي كلوز والطرف التاني اللي هو موصل مع الارضي من خلال جامبرا تمام كده ده هيبقى يعتبر الحمل بتاعنا شغال على نفس جهد المصدر من خلال مقاومة طبعا لو احنا عايزين نشغل اه حمل امتين وعشرين فولت هنشيل المقاومة وهنوصل الكومن مع طرف من اطراف المتين وعشرين والطرف النورمالي مع طرف من اطراف الحمل. الطرف التاني بتاع الحمل هتوصل بالطرف التاني من المتين وعشرين. اتمنى تكون الدايرة واضحة والشرح يكون واضح وهنجربها مع بعض دلوقتي. هنوصل لقياس جهد المكسف ونشوف هل الشرح او كلامنا مزبوط ولا لا. الطرف مع السلب. والطرف التاني مع الموجب. باور سبلاي تقريبا على تسع فولت. السلب والموجب. تمام. كده حالة الاوت بوت اوف. وبالتالي جهد المكسف صفر فولت. طيب تعالوا نضغط على البوش بوتون. الحالة باقي تكون وبالتالي جهد المكسف شحن فوق الستة فولت. ازا عند ضغط على البوش بوتون. شحنة المكسف هتنتقل ليه الطرف اتنين وستة. ويرتفع الجهد عن الستة فولت. وبالتالي يتغير حالة الاوت بوت ليه الاوف ويقف عمل الترانزيستور والرليه والليد. نشوف كده مع بعض. انخفض تاني جهد اللير ليه? بسبب ان الاوت بوت حالته الان اوف. يبقى من خلال البوش بوتون نقدر نشغل اي حمل من خلال سويتش واحد بس. اهو. كده. اون. كده اوف. طبعا الاوت بوت مش تسع فولت لان انا مشغل على اه طيار ضعيف خمسمائة ميلي امبير. نجرب كده على طيار عالي. انا دايما في الدوائر الالكترونية بيشتغل على طيار ضعيف. يعني تحسبا لحدوث اي شرط. هنشوف مع بعض دلوقتي الجهد هيكون طبعا اه اعلى. نلاحظين الجهد ارتفع فوق الكنت ستة ونص دلوقتي سبعة ونص. دايرة اه سهلة وفي نفس الوقت عملية جدا. وما فيهاش اي اه اه عدم استقرار. تمام. اتمنى تكون دايرةنا النهاردة نالت اعجابكم والكل فهمها. وما تنسوش عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومتازر اي سؤال في التعليقات. سلام.